بعد لملمة خلافات حكومة الوفاق بين رئيسها السراج ووزير داخليتها باشاغا برز خلاف آخر لحليف آخر داخل المجلس الرئاسي بترابلوس بيان وقع عليه 24 عضوا في المجلس الأعلى للدولة الدعم لحكومة الوفاق حمل رفضا وإدانة لتفرد رئيس المجلس المنتمي لتنظيم إخوان ليبيا في القرار وتفضيله استشارة قلة من الأعضاء مستثنيا البقية والتي تمثل الأغلبية ولكن ما الذي أدى إلى صدور البيان علنا إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضا مطلقا أما القشة التي يبدو أنها قسمت صف المجلس فهي سيطرة رئيس المجلس على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في الاجتماعات السياسية التي تنتظرها مدينة الرباط بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة لترميم اتفاق السخيرات لن نترف بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا نتفق معه في كثير من القدايا الوطنية ورغم المخاوف من الفشل تواصل البعثة الأممية عملها مع الفرقاء الداخليين بترابلس وأيضا مع الأطراف الخارجية وعلى رأسها تركيا صاحبة القول الفصل لدى السراج بحسب ليبيين في محاولة حل نقاط الخلاف في اتفاق السخيرات الأول الذي جاء بحكومة الوفاق حنان المصري الحدث